السلام عليكم أصدقائي تحياتي لمتابعينا من كل مكان رح نتكلم بهذا الفيديو بمواضيع منوعة تهم سكان ألمانيا أول أمر هو الحالات سجلت بال24 ساعة الماضية 162 ألف حالة إصابة بكورونا أما الوفيات فتم تسجيل 188 حالة وفاة معدل إصابات المائة ألف نسمة في كل سبعة أيام ارتفعة إلى 1206 أما بالنسبة للموضوع الآخر وأخيرا يوم أمس تقريبا يعني بفترة المساء بعد إعداد الفيديو المساء أعلنت الشرطة الألمانية اعتقال أندرياس شميتز وهذا الرجل الذي كان قد قتل شرطيين بولاية رايلانب فالز ويعني تم وقت الحادث كان بساعة الرابعة فجرا وتم نشر تفاصيل حول الحادثة التي تكلمنا عنها يوم أمس التفاصيل الجديدة هي أنه بالبداية الشرطة تلقت اتصالات عديدة من الناس تفيد بأنهم رأوا المجرم الهارب الذي انتشرت صوره بكل مواقع التواصل الاجتماعي وبكل المواقع الإخبارية وكان قد ترجل من سيارته ودخل إلى أحد المنازل في رايلانب فالز الشرطة أتت لمكان البلاغ واعتقلت المجرم الهارب أندرياس شميتز اللي عمره 38 عام وشريكه اللي هو الرجل اللي عمره 32 عام آخر التفاصيل التي نشرت عن الحادثة هي أنه القاتل أندرياس شميتز كان لديه بيكراي برايلانب فالز وأعلن إفلاسه يعني عمل إنزولفنس بعام 2021 وبعدها تغيرت حياته فأصبح يذهب إلى الصيد مع صديقه وعندما عملو له كونترول يوم أمس بالساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحاً رأى الشرطي الذي توفى يعني الشرطي وشرطية توفوا شرطية شابة وشرطة توفى أيضاً يعني بسبب هذا الحادث الشرطي قبل أن يتوفى رأى حيوان بسيارة الرجل قال أندرياس شميتز ببداية الأمر أن الحيوان كان قد وجده على الشارع يعني وجده بالشارع وحمله بالسيارة وبعدها فجأة تم إطلاق النار على الشرطية الشابة وعلى الشرطي اللي عمره 29 عام طبعاً أطلق الشرطي قبل أن يتوفى أطلق الرصاص عليهم وأصاب أحدهم يعني هما كانوا مع أندرياس شميتز كان شاب آخر ولكنهم قتلوه وهربوا أثناء هروبهم كانوا قد نسيوا هوية أندرياس شميتز والفغشاين يعني شهادة السياقة عنده الكنترول وهذا الأمر جعل الشرطة تتعرف عليه بسهولة وتنشر صوره ويتم اعتقاله بنفس اليوم ويقال أن القاتل كان يصيد الحيوانات البرية بشكل غير شرعي وكان يعني قد فقد رخصة حيازة السلاح وتم مسكه سابقاً يعني هو له سجل جناي عند الشرطة وتهمته هو الصيد الغير شرعي أصدقائي الموضوع الآخر هو موضوع غريب أيضاً يتعلق بإطلاق نار في مدينة آخن تقول الشرطة الألمانية أنها قامت بفضل نزاع بين جيران في مدينة ألزورف تابعة لكرايس آخن بشمال الراين اتصل أحد السكان بالشرطة بالساعة الثامنة والنصف مساء وقال للشرطة أن جيران كان قد بعث له رسالة بالواتساب وهدده بالقتل وبعد أن بعث الرسالة بوقت قصير جداً يعني بفترة قصيرة أطلق الجيران النار بالهواء تعبيراً عن جديته يعني بقتل جارة المهدد وصوت أطلاق النار يعني سمعه الجيران كلهم وبالنهاية أتت الشرطة إلى مكان الحادث وأتت إلى الرجل الذي يعني أطلق النار من مسدسة وهو رجل عمره 47 عام وصادرت سلاحة ووجدت أشياء غريبة من منزله مثلاً مجموعة من الأسلحة من ضمنها بنادق ومسدسات ويعني بنادق تطلق قنابل غاز مسيلة للدموع ومنجل ومقلاع يعني كان يستخدمهم كأسلحة والرجل كان قد قال للشرطة أنه لم يطلق النار من مسدسة لغرض أو من سلاح لغرض التهديد بل أطلاق النار حصل بالخطأ أثناء ما كان ينظف سلاح ولكن الدليل كان بتطبيق واتساب بالنهاية المشتبه به لديه رخصة سلاح الآن تم اعتقاله وتقديم شكوى جنائية ضده بتهمة التهديد بالقتل ويجري دارس سحب رخصة السلاح منه وتم سحب كل البنادق التي بحوزته أصدقائي الموضوع الآخر الدولة التي خرج منها الأوميكرون تنهي إجراءات الكورون جنوب أفريقيا الدولة التي يعني ظهرت بها سلالة أوميكرون وخلال شهر واحد فقط انتشرت السلالة من جنوب أفريقيا لكل أنحاء العالم قامت جنوب أفريقيا هذا اليوم بإعلان إلغاء معظم إجراءات كورون التي كانت قد وضعتها لمكافحة سلالة أوميكرون المدارس فتحة بوابها بدون مسافات أمان يعني لا يوجد تباعد بين الطلاب ولم يضطر الأشخاص الذين لديهم أعراض أو المصابين أن يعني يلجأوا للحجر الصحي وقالت السلطات بجنوب أفريقيا أن السكان 70% منهم قد أصيبوا بكورونة لذلك لم تعد الإجراءات تجدي نفعا يعني مع وجود الإجراءات وأصيب بفترة قصيرة 70% من سكان جنوب أفريقيا ويعني حصلت مناعة جماعية طبعا سكان جنوب أفريقيا 60 مليون والآن الإصابات منخفضة عندهم وبالنسبة إلى 60 مليون نسمة يجري تسجيل 1300 حالة إصابة باليوم وتقول حكومتهم أي حكومة جنوب أفريقيا أن أوميكرون ليس دلتا فهو أقل خطورة لذلك سوف يتم إنهاء كل شيء تقريبا بجنوب أفريقيا من أشكال الإجراءات والقيود أصدقائي الموضوع الآخر رح نتكلم الآن عن الدنيمارك الدنيمارك يعني تفعلها وبجرأة كبيرة رئيسة وزراء الدنيمارك اسمها ميت فريدركسن خرجت بكلمة وشكرة الشعب الدنيماركي وقالت لقد كانت سنتان مرهقتان والكثير من الناس أظهروا مسؤولية بالتعاون مع السلطات خلال إجراءات كورونا أما الآن حان الوقت لنقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعرفها قبل الوباء اعتبارا من اليوم أصدقائي سوف يصبح بالإمكان للدنيماركيين أن يبتسموا لبعضهم البعض بدون كمامات بكل الأماكن المفتوحة والمغلقة تم إلغاء شرط الكمامة من كل مكان وأصبحت شيء اختياري وليس قانوني تم فتح النوادي وتم فتح المراقص والحانات والملاعب وتم فتح كل مكان ولا يوجد أي سؤال عن حالة التلقيح أو الكمامات أو فحص كورونا طبعا القناة الألمانية الأولى عملت لقاء بشوارع الدنيمارك مع الناس ورأت الناس سعداء بالشارع وأحد الرجال الذين تم مقابلته قال أنا سعيد جدا الآن سوف نتذوق طعم الحرية وسوف نتذوق طعم الكورونا كلنا سنفى نصاب به وسوف يكون علينا مثل نزلات البرد وسوف يكون كل شيء على ما يرام بعض الناس كانوا فرحين وبنفس الوقت قلقين جدا ويقولون سوف تكون الكثير من الحالات ونحن خائفين من أن يحصل نقص بالمشافي بالممرضين والأطباء وعندما نمرض أو نحتاج للذهاب إلى المستشفى لأي سبب من الأسباب قد لا نجد كوادر صحية وهناك تقارير من الدنيمارك الآن تفيد بأنه الكثير من الأطفال جالسين بالمنازل لأنه هناك حالات مرضية كثيرة للمربين بدور الرعاية النهارية ورياض الأطفال وكانت الأياءات الصحية بدينمارك قد قالت أنه في غضون شهر واحد أصيب واحد من كل عشرة سكان من سكان الدنيمارك وقبل أن تعلن الحكومة الفتح العام كانوا يحذرون من مشكلة يعني أعراض ما بعد الشفاء طويلة المدى من كورونا إلى أنه بالوقت الحالي لا أحد يتكلم عنها ويعني يتجاهلون هذا الأمر أصدقائي الموضوع الأخير وفقا لآت الأرصاد العالمية فإنه هناك صاعقة حطمت كل الأرقام القياسية قد ضربت أمريكا بوقت سابق وكان طول هذه الصاعقة أي يعني عرض هذه الصاعقة 768 كيلومتر أي أطول من حدود دول عديدة كبيرة الحجم ومكان الصاعقة كان فوق ولايات تكساس لويزيانا وميسيسبي الأمريكية وتقول الأمم المتحدة أن الصاعقة ضربت أمريكا بشهر أبريل من عام 2020 ببداية الكورونا أصدقائي ولكن لم يتم الإعلان عنها طول هذه المدة لأنه كان يتم دراستها بشكل مكثف وتقول هيئات الأرصاد العالمية أن أكبر صاعقة سابقة قد ضربت الأرض وتم رصدها فوق البرازيل وكان عرض البرق 709 وحصلت في عام 2018 أي بوقت قريب من عام 2020 ويعني حسب ما تم رصدها من قبل الأقمار الصناعية والأمم المتحدة تقول أن الصواعق تمثل خطر حقيقي على البشر والآن تحدث بشكل كبير ومتكرر وبأحجام كبيرة وهي تهدد حياة الناس ويجب عندها حدوثها البقاء بالأماكن المغلقة مثلا داخل السيارات أو داخل المباني المغلقة بعد الخبر وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة